تجارب العلوم الماتعة التسخين الكيميائي تظهر هذه التجربة أن التفاعل الكيميائي يمكن أن يعطي حرارة ماذا نحتاج؟ ليفة معدنية ربع كوب خل ميزان حرارة فيرمومتر وعاء زجاجي بغطاء الخطوات واحد نضع ميزان الحرارة في الوعاء الزجاجي نغلقه بالغطاء ونقوم بتسجيل درجة الحرارة بعد خمس دقائق اثنان نغمس نصف الليفة بالخل لمدة دقيقتين تقريبا ثلاثة نعصر الليفة من الخل ونقوم بلفها حول مستودع ميزان الحرارة أربعة نضع ميزان الحرارة الملفوفة بالليفة داخل الوعاء ونغلقه بالغطاء ونقوم بتسجيل درجة الحرارة بعد مضي خمس دقائق ماذا حدث؟ ارتفاع درجة الحرارة بعد لف مستودع ميزان الحرارة بالليفة المبللة بالخل الفكرة العلمية يزيل الخل أي طلاء واق طلاء الحماية من على الليفة تاركا الحديد في الفولاذ للصدأ الصدأ اتحاد بطيء للحديد مع الأكسوجين يطلق دائما طاقة حرارية تتسبب الطاقة الحرارية المنطلقة من عملية صدأ الحديد في تمدد السائل في ميزان الحرارة وارتفاعه في الأنبوب المدرج فإي الحديد زائد أو الأكسوجين يعطي فإي أو صدأ الحديد زائد طاقة حرارية فكر ثم طبق لماذا يستخدم الليمون في غسيل الأوان المعدنية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر